السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركته مشاهدي ومتابعي قناة معلم في اللغة العربية مرحبا بكم درسنا لهذا اليوم سيكون النص الشعري بلادي الجميلة سنقوم بالإجابة على أسئلة هذا النص أفهم السؤال الأول ألون خانة مراض في الكلمات المكتوبة باللون الأحمر لست تلقى كالمغرب الفد أرضا الفد بمعنى لا شبيه له عم هذه البلاد خصبا عم بمعنى ملأ لن تسكت الظهر عوضا الظهر بمعنى الزمان السؤال الثاني أحدد المناظر التي وصفها الشاعر بالجميلة المناظر التي وصفها الشاعر بالجميلة السحاب والأرض نهر أم الربيع السؤال الثالث أبحث في النص عن العبارات والمفردات التي تدل على جمال المغرب العبارات والمفردات التي تدل على جمال المغرب ولو اجدز الأرض طولا وعرضا بحر فرات شواهد مجد لن تسكت الظهر عوضا السؤال الرابع أحدد البيت الشاعري الذي يدل على فخر الشاعر ببلده المغرب البيت الذي يدل على فخر الشاعر ببلده المغرب دي بلادي ينهال منها اعتزازي نابض حبها مع الروح نبضا أمة نحن بالجلالة والعز عرفنا مدكانة الأرض أرضا أحلل السؤال الخامس انطلاقا من قراءة للنص أكمل الخطاطة الآتية بتحديد صفة واحدة لكل عنصر بلاد الجميلة السحاب والأرض يتناجى يتصافح نهر أم الربيع بحر فرات آثار المغرب شواهد مجد أنشد وأتدوق السؤال الثامن أعبر عن مضمون البيتين الشعريين لست تلقى كالمغرب الفد أرضا ولو اجتزت الأرض طولا وعرضا يتناجى السحاب والأرض فيها من تآخ يصافح البعض بعضا مضمون البيتين الشعريين المغرب بلد فريد في العالم ولو اجتزت الأرض طولا وعرضا يتميز بشجرة الأرض الطويلة التي يقترب علوها من السحاب